السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل حواش السجوء بقى احلى طعم وريحة ومن غير ما نشتري السجوء بقى من الجزار هنعمله باللحمة المفرومة عادي لانه عندك لحمة مفرومة في الفريزر هتقدر يتعامليه بكل سهولة كل ما في الموضوع ان احنا هنحط للحمة المفرومة توابل السجوء وكل الحاجات اللي بتلحط للسجوء هيبقى بطعم السجوء ونفس الريحة ونفس الطعم شكله يعني زي ما احنا شايفين شكله يفتح النفس جدا اللحمة بتاعته طرية كده وطعمها طحفة جدا يارب بقى لو بسا مشتركتوش روح اشتركوا فعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل والله بينا نشوف الوصفة عندي هنا طماطم انا مقشراها وفلف الرومي في الفلحامي عندي طوم مش هحط بصل لان السجوء بتحط له طوم مش بصل وعندي كم ورقة كده من البقدونس هابدى اضيف كل ده عندي كده في الكابة عشان اقضوا فارما كده الاول افرمه وهحط القطعة اللي هي حوالي يعني حوالي خمسين جرام كده من اللي هي وده مهم جدا جدا في الحواوشي وده اللي بدي الطعم وبيدي الطراء والريحة الفضيعة اللي بنشمها عند بتاع الحواوشي هابدأ افرمها دي اللي هي ضاني طبعا هابدأ افرمها مع الخضار بتاعي واحيانا انا بكون مسيحة اللي هي دي وعملها زي الزيت كده بس تعملها بتبقى اسهل كتير ما بتفرميها وبتبقاش باينة في اللحمة اكتر عندي كمان هنا نص كباية من البرو اللي انا نقعتها حجمها بيتضاعف وبتبقى حوالي كباية بعد ما بتنقعيها انا اعطاها وصفتها كويس من ميا عندي طوابل هنا بقى معلقة كبيرة من البابريجا معلقة كبيرة من القرفة ودي مهمة جدا في طوابل السجوء معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر معلقة صغيرة من سبع بوهرات نص معلقة صغيرة من كسبرة النشفة ربع معلقة صغيرة من الحبهان وعندي هنا معلقة كبيرة من الطوم البودر وهسيب لكم التوابل بالزبط في صندوق الوصف وحوالي طرف المعلقة كده قرونفل مطحون وده برضو من توابل والسجوء القرفة والقرونفل هما دول الاساسي بتوعي وخدت بشرة كده من جزء الطيب هي دي التوابل بتاعة السجوء هبدأ أخد بقى اللحمة عندي ده نص كيلو من المفروم هبدأ أخده ألفه مع الخضار والبرغل والتوابل تقدر تلفه بإيدك عادي تعجنيه بإيدك كذا حبيتي مش لازم تلفه فيه الكبيرة أنا هاخده بعد كده هكمل عجن بقى في البولة كده علشان عايزة بقى في جزء خشن وجزء نعم مش عايزها كلها تبقى نعمل هبدأ أقلب كويس جدا كله مع بعضه مهم جدا جدا في الحوابشي عموما سواء سجوء أو لحمة عادية إن احنا نسيبها شوية في التدبيه لو في التوم أو في البصل أي أن كان بقى سيبيها كده ساعة تاخد وتشرب كده من الطعم علشان رحت التوابل والتوم تكون إيه هادت الطعم اللحمة وتشربت بك كويس تمام أنا عندي العيش ده أنا كنت عاملاها بأعملكم إن شاء الله فيديو عنه طلعته من الفريزر وفتحته عادي جدا وهبدأ أخد اللحمة كده أكورها وأبدأ أحشي رجيف رجيف وحشي كده حلو اللحمة يعني خليكي كريمة بشوية في الحشرة بتاعت اللحمة عندك أنا هعمل جزء هنا في الفرن وجزء على الطاصة هعمل الباقي اللي تفضع عندي بقى عندي رجيف هو عملته في عيش بلدي آآ بتبقى أنا عن نفتي بحب الحوشي في العيش والبلدي أكتر كمان من الحوشي العجين اسكندراني مهم جدا بقى التكة دي معلقة سامنة بلدي كده وبقى دهين بها العيش لما فيش سامنة بلدي بتعملي اللي اللي أنا قلت لك عيها دي بتسيحيها على نار هادية المغير مية ومغير أي حاجة بتتحط على النار وتفضل تسيح مع نفسها بأخدها دهين بها العيش من فوق ومن تحت بتدي طعم وريحة بقى للعيش هي دي التكة اللي في الحوشي يا سامنة بلدي ليلية وبتسيحيها وبتدهيني بها العيش تمام ده مهم جدا بيخلي العيش يتحمص معاك وبقى يخد طعم حلو جدا أنا خدت شوية هون في الطاصة بحطها على نار هادية أول ما تبدأ تاخد لهم معايا وتتحمل أهو خلاص كله تمام وفي الفرن دخلته على نار عالية في الراف الوسطان اللي ما بدأ يلوم من فوقه من تحت واستوى معايا ما بيجيبش يهالس في الفرن أخره ربع ساعة تلت ساعة بيكون استوى معاك شايفين بقى ايه العيش شارب من اللحمة وزي ما بنشتري حاوشي من بره بتحسن للعجينة بتاعت العيش شاربة كده من طعم اللحمة وبيشة آآ ده برضو سري من أسراء الحاوشي ان انت لما تحشي باللحمة تسيبي شوية العيش في اللحمة كده يشرب من الطعم تمام ده الريف اللي انا عملته في الطاصة والريف البلدي برضو استوى معايا وكله تمام آآ عايز اقول لكم اللحمة طرية راحتها تحفة جدا راحت لقرفة مع القروم في المعجوزة الطيب مع راحة الطوم وكمان الليا عاملة شغل جامد قوي قوي وده مهم جدا لنحن نعمله بالليا من فاش ان انت تعملي حاوش من الليا خالص آآ يا رب الوصف تكون عجبتكم ان شاء الله وتجربوها وتقولي الرأيكم ايه في التعليقات هستنى ان شاء الله تكتبوا لي قرأكم وتعليقاتكم لان الرأيكم دايما بيهمني سواء سلبي او ايجابي دايما بغضو في الاعتبار ويا ريت لو لسه بقى ما اشتركتوش روح اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله اشعار بقى فيديو جديد يوصل شايفين قد ايه اللحمة من جوة طرية مستوية آآ اخدى بقى طعم وراحة السجوء مش قادر اقول لكم تحفة جدا هتجربوها وتعجبكم باذن الله واستنون ان شاء الله في فيديو جديد كنت معاكم شايماء امين اشتركوا في القناة